المستقطع الذي يفصلنا عن أولى الجلسات التشريعية في السادس عشر من الحالي لا يزال النقاش يراوح مكانه بشأن صلاحيات التشريع الممنوحة للمجلس النيابي في ظل حكومة تصريف أعمال لكن ما طرأ بوضوح هو أعلان عدد من نواب المستقبل أن التمديد لقائد الجيش العماد جانقهوجي يعني حكما عودة اللواء أشرف ريفي إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حين قدم اقتراح القانون نحن كنا نتحدث عن مفعيل تبدأ من 1-1-2013 طبعا تأخير عرض هذا الاختراح على المجلس النيابي لا ينفي الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح بمعنى كل من كان في 1-1-2013 في الخدمة الفعلية ينطبق عليه هذا القانون تشمل يعني اللواء نعم العماد ميشيل عون يرفض التمديد لقائد الجيش كان بالحار عودة ريفي فهذا الأمر محسوم سلفا بالنسبة إليه ويذكر بأنه كان الفتيل الذي فجر حكومة ميقاتي ولم يتم التراجع عنه أما حزب الله الداعم بقوة للتمديد للعماد جانقهوجي فلا يرى في إعادة ريفي قرارا حكيما أو واقعيا يعني ليس من عادة القوانين الاستثنائية أن يكون لها مفهور رجعي وإذا أردنا أن ندع لها مفهور رجعي طيب في كتير أجهزة في دعم تمييز في يمكن ضباط تصلوا سنة أو سنتان تركين يمكن نلاقيهم نحن جايدين نفتح هذا البزار يعني بعد منزل لدرك أسفل وأسفل وأسفل بعد تقد يعني بهذا الموضوع إذا ما نحكي بالسياسي لدينا الكثير الكلام يعني هذا الجلم يبلش تغل سياسي تصريحاته للإعلام أصبحت واضحة ما بعرف إذا كان يعني من الحكمة أن يعود إلى مركز أمني حساس يجب أن يكون لكل اللبنانيين وإذا استمر هذا الجدل فإن الأمور على ما يبدو ذاهبة إلى تكرار سيناريو الجلسة السابقة فهل من مخارج استباقية في ظل الحديث عن مخرج يجري العمل عليه على خطب عبد الرابي المخرج يتلخص بالتالي صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية وفقا لإحكام المادة 33 يوقعه فخامة الرئيس ورئيس حكومة تصريف الأعمال يتم الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة على مضمون جدول الأعمال بمعنى أن يكون في أضيق الحدود ووفق الضرورة ووفق مبدأ تصريف الأعمال من قبل يعني الحكومة تصرف الأعمال صحيح ولكن وفق التشريع في أضيق الحدود لأن الحكومة حكومة تصريف أعمال فيه كلام تحت الطاولة أنه في شيء بس بأعطيت أنه دولة الرئيس مبدأة يعني رئيس ملس نواب يعني يتكلم بصفتك رئيس ملس نواب مثل ما عملك أنه حضره وجده الأعمال قابل للنقاش وهذه مش أول مرة مش أول مرة بتصير يعني يامع جدول الأعمال رمز بيكون في 50-60 بند من قرر أربع مواد إياما في بنودكم بالآخر بطلب من النواب أو بسلطة الاستنسابيلة لا يسميش نواب يرتقي بموافقة النواب أن يحطوا بالأول يعني فيه أمور قابلة للنقاش نائب حزب الله والمستقبل عمار ونوار ربما لا يتشاركان في هذه المرحلة إلا في وزن فعال الذي يجتمل عليه اسمهما لكن النقاش وحتى الساعة غير فعال وغير مجد في انتظار قوة دفع تعيد النواب إلى التشريع قبل الوصول إلى الفراغ رامز القاضي قناة الجديد